اشتركوا في القناة الحمد لله الذي جعل الذكر عبادة وقرباه وعمر عباده المؤمنين بالتوحيد إليه لينالوا عنده منزلة رفئة وزلفة وأسلي وأسلم على نبيه الرحمة ومسباح الهدى محمد سلاة دائمة تليق بمنزلته وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجهم إلى يوم الدين أما بعد فيا إخوة الإيمان اعلموا أنه لا ينجى أحد منا إلا بذكر الله تعالى ولنا في ذلك في النبي صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة والأصوة المباركة قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أصوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا فلا يكون الإنسان مؤتديا بالرسول صلى الله عليه وسلم اقتداءا حسنا إلا إذا كان راجيا لله واليوم الآخر وكان ذاكرا ربه تبارك وتعالى ذكرا كثيرا ومن فوائد الذكر إخوة الإيمان إما أنينة القلوب الذكر يتمئن به القلب كما أخبر ربنا تبارك وتعالى في كتابه العظيم الذين آمنوا وتتمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تتمئن القلوب ومنها أيضا ذكر الله تعالى بيّن الله تبارك وتعالى أن الناس ينبغي عليهم إذا جد الجد إذا جد الجد وإذا جاءت الأمور الكبار فعليهم أن يذكروا العزيز الجبار قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاصبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون فبين الله تبارك وتعالى أن على الناس أن يذكروا الله تبارك وتعالى في هذا الموطن العظيم موطن الجهاد والجهاد والإقبال على الموت شهادة في سبيل الله تبارك وتعالى من فضائل الذكر إخوة الإيمان ذكر الله من يذكره لقد جعل الله تبارك وتعالى مقابل أن يذكره العب أن يذكره الرب وهذا عطاء كبير جدا يقول الله تبارك وتعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعة وإن أتاني يمشي أتيته هرولة الله تبارك وتعالى جعل في مقابل ذكر العبد لربه أن يذكره الله تبارك وتعالى فإذا ذكر العبد ربه في نفسه ذكره الله تبارك وتعالى في نفسه وإذا ذكر العبد ربه جلت قدرته في ملأ ذكره الله تبارك وتعالى في ملأ خير من ومن ذلك إخوة الإيمان لعن النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا مستصنيا ذكر الله وما والا فعلينا إخوة الإيمان أن نجتهل في الذكر لأن الله تبارك وتعالى جعل الذكر هو منشور الولاية الكبرى ولا طريق إلى الله تبارك وتعالى يفضي إليه هو أوسع من إدامة وإدمان ذكر الله رب العالمين حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الدنيا بعيدة عن الرحمة إلا ما كان متعلقا بذكر الله تبارك وتعالى فقال الرسول صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والا وعالما ومتعلمة فالدنيا ملعونة مطرودة عن الرحمة لأن الله تبارك وتعالى منذ خلقها لم ينظر إليها وهي لا تعدل عند الله تبارك وتعالى جناح بعودة وهي ملعونة ملعون ما فيها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ذكر الله وما والا وعالما ومتعلمة فهؤلاء إخوة الإيمان هم الذين استسناهم الله تبارك وتعالى من اللعنة وقربهم الله رب العالمين إخوة الإيمان الذاكرون الله تعالى في زل عرشه يوم القيامة جعل الله تبارك وتعالى الذكر موسلا إلى أكبر الخير وبين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أمرا كبيرا أن من السبعة الذين يزلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله عندما تدني الشمس من الرؤوس ويكون الناس في العرق على حسب أعمالهم فمنهم من عرقه إلى أن يغطي قدمي أي إلى كعبي ومن الناس من عرقه من عرقه إلى ركبتي ومنهم من عرقه إلى وسطه ومنهم من عرقه من عرقه قد علجمه إلجامه كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم والشمس دانية من الرؤوس والناس في القلع والاضطراب والحم في الموقف العظيم ومع ذلك يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم هناك سبعة يزلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وقال صلى الله عليه وسلم ورجل ذكر الله خاليا ففادت عينا إخوة الإيمان اعلموا أن الأذكار غراس الجنة النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه لا يقعد قوم يذكرون الله تبارك وتعالى ويتدبرون في آلائه ونعمه وعطايا إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله تبارك وتعالى في من عنده بل إن إبراهيم عليه السلام خليل الله جل وعلا لما لكيه النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج قال له يا محمد أقرع أمتك مني السلام وعليه السلام ورحمة الله وبركاته وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة الجنة طيبة التربة لأن تربة الجنة من المسك العظفر كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عذبة الماء لأن ماء الجنة والأنهار التي تكون في الجنة لا يمكن وصف ما هي عليه من الحلاوة والعذوبة وغير ذلك من الصفات الجميلة وأنها أي الجنة قعان جمع قاع وهي العرض الفلاة التي ليس فيها بنا وليس فيها شيء ولا شجر فيها ولا بنا يقول إبراهيم الخليل وهو يخبر النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا يا محمد أقرع أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قعان أرض فلاة لا بناء فيها ولا شجر وأن غراسها سبعان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فإذا قال الرجل هذه الكلمات إذا قال المسلم أو المسلمة هذه الكلمات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر غرست له في الجنة نخلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فغراس الجنة فغراس الجنة إخوة الإيمان وهي قيعان أي أرض مستوية فلاة أن تقول مثل هذا الذكر العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر قال بن الجوزي لما ذكر هذا الحديث وعلق عليه سبحان الله قال كم ذيعنا من نخل في الجنة فهذه الأذكار العظيمة ينبغي على المرء أن يلتفت إليها والنبي صلى الله عليه وسلم دل على كلمات قلائلة كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم إخوة الإيمان أن من الأذكار السلاة على النبي صلى الله عليه وسلم السلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يفرج الله رب العالمين بها الكربات ويرفع الله رب العالمين بها كل ما يعيط بالمرء من حسائب الغموم والهموم وتتنزل بها رحمة الله رب العالمين ويكفي الله لإنسان بالسلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما أهمه من أمر دنيا كما قال الصعابي للرسول صلى الله عليه وسلم إخوة الإيمان اعلموا أن الذكر حسن للعبد من الشيطان إن الذكر كما بيّن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرز الإنسان من الشيطان لأنه من قال في كل يوم في الصبا لا إله إلا الله وحده لا شريك له لو الملك ولو الحمد وهو على كل شيء قدير من قالها مئة مرة في كل يوم في الصبا وهي من الأذكار الصبا ومن أذكار المساء عيدا جعل الله تبارك وتعالى هذا الذكر حرز الله من الشيطان يومه ذاك فكأنه دخل في عسن وتحصن بي فلا يستطيع الشيطان أن ينال منه شيئا في يومه ذاك فتكون له حرزا من الشيطان يومه ذاك ولا يأتي يوم القيامة أحد بمثل ما أتى به إلا من قال مثله أو زاد عليه اللهم جعلنا من الذاكري دكا نينيبودا جنجنا دوغو دياسو تبتا جا الله واند يقع جهلتا جا بابو بعدم قومي بسيدن سي بوتا جاريشي انقوامساني چوا بابو وات بوتا واترانا أنب صلى الله عليه وسلم يكي غيا والصحبانسة اللهم أعوك كي يكارا مسيدا يتعلا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الظحب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويدربوا أعناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله أنب صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم تشي كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه تشي منزاء الله صلى الله عليه وسلم يكسن چي ينا أنبتا اللهم دكا نين ينسا كدوبا شيء اللهم يدوبا اللهم يتعلي يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمة وعليك ويهديك الصراط المستقيمة أما قايا يندي يكي أمتا اللا ديوا النبي صلى الله عليه وسلم ييكم أمر شبايسي ديوا حكا وترانا يكي توا يا عجيز أحدكم أن يكسب كل يوم الف حسنة فسعى له سائل من جلسائه كيف يكسب أحدنا الف حسنة قال يسبع مئة تصبيحة فيكتب له ألف حسنة أو يعط عنه ألف خطيئة يتعيونك بيا إيابا يكي كاوان أيكي دبوكو ونيني صحب بيسكي ماماكي ونيه ومن زن الله تنبا يتعيونك يمزيئين كاوان أيكي حقو دا دبوكو وترانا النبي صلى الله عليه وسلم يتعيوني تزبيحي تزبيحي قدادر إذنية تزبيحيي قدادر يسي الله pullingه لهم يتعيونك يدعونه هم يكيشونك يدعونه أناكية دبوكو ونيني يقول فتراني يقول فتراني تزبيحيي تبديحيان تزبيحي يعطي أտ أن أدي تزبيحيان أنسي حقو CIA كي ن послед Все احباط ό erosion كي يساهم عوام سني للي مناده كوي ككاوة مناده اسوة من البركة تكن النب صلى الله عليه وسلم كمينده الله معروك كي يتحي لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا الله يتحي تبس حقيقا يا تبت غريك تكن النب صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله يسا ملادن الله يكي قلين يحدد الله الله يباشي لا داران القيامة يكما أمبت الله أمبتومي يوا شيسا يموام سني متنبزي زمان تومي قويدة النبو صلى الله عليه وسلم حسيائي قويدة شي قويدة يكاوا يكما يفاتن الله داران القيامة يكما أمبت الله أمبتومي يوا يموال اللي مسني يناد غتكي مفايدة أمبتن الله شيني ذكري يكن سا زوتيات سامو النسوة زكريين زوتياتكي سامو النسوة كما يند الله سبحانه وتعالى يفاتي الله يكي الذين آمنوا وتتمئن قلوبهم بذكر الله على بذكر الله تتمئن القلوب الله يكي الذين آمنوا وتتمئن قلوبهم بذكر الله زكاة تنسو سكي سامو النسوة أمبتن الله اللَّهِ يَشِعَلَا قُسَوْرَارَ بِذِكِرِ اللَّهِ دَا أَمْبَطَنْ اللَّهِ نِي تَتُمَئِنُّ الْقُلُوبِ زِكَةَ سُكِسَامُ النُّسُوَةَ كَأَتْنَوْا إِنْ كَنَا أَمْبَطَنْ اللَّهِ اللَّهَ سِي سَامَا نُّسُوَةَ دَا كُنْشِرَهَنْ كَلِ دُوَنِ كَاكَانَكَي دَوَنِ بَلَائِ دَوَنِ دَا مُوَ سِي اللَّهِ سُبَعَانَهُ وَتَعَالَى يَا يَا يَمَا سَي دِي كَجُوَئِن سُسُنَا فَدِي أَمَا بَادِي كَتَنْ كَنْكَنْ كَأَتِكِبَ إِنْ دِي كَنَا أَمْبَطَنْ اللَّهِ شِي يَسَا كُمَدَا قَتِكِنْ أَبَنْدَ يَكِي مَفِلَادَ مَفِلَادَ اَمْبَطَنْ اللَّهِ يَا يُنْوَ حَلَة سِي اللَّهِكَاءُ مَا سَوِكِي أَمْبَطَنْ اللَّهِ يَا يَ Years دَمُوَ سِي اللَّهِ اَ كَعُوْمَا مَبْطَ اَمْبَطَنْ اللَّهِ إَ لَا يَا يَا شِي قَنَا عَا نَا دَامُوَ ذَنن سِي اللَّهِ اياَيُّ وَانَّنْ japce DESヤ في يساء الله سبحانه وتعالى يكي قيا ونلسك يماني كامي ان يكي عقود لسكي إيماني اذا لكيتم فئة لا تِلت Naukikah لا تتوقع لا تتوقع الله يكي فاذكر الله muito كثيرا كما أمبتع الله اللح يقول فاسبتو كتبتك سأعى الله يقول واذكر الله كثيرا كما أمبتع الله لأعلكم تفلحون للي ذاكرة بوتا قال لن الله سبحانه وتعالى يا نون للي واجبيني أكمتوسو أمبتع الله أكمتانسو أمبتع الله أو أنن غريمي غيرما يعين ذاكي جهاري أكا فسكنتو ومتوا للي كاد أمان تادا أمبتع الله يوم أواينا داكتكم فللا دا فائدانا أمبتع الله شيني الله زي أمبتع واند يأمبتع دا الله الله يأمبتع سأننكما أتكم متانند سكا في كواء الخيري كوكما أتكم توقع كوجماع واتفكواء الخيري كما يند أنب صلى الله عليه وسلم يكروا حديثي داك وبنجي جنسا ميجر مالا أو كا الله يأتي أنا عند ظن عبدي به وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته حرولة الله سبحانه وتعالى يأتي نيئنا عند باوانا ييزة توقريني سعنا نيئنا تاردش إدن يأمبتيني الله يأتي إدن يأمبتيني تكررنسا سيئن أمبتشي تكررين سعنا إن يأمبتيني أتكم وتتوغى سيئن أمبتشي نيكما أتكم وتتوغى واتتفي وننتوغى على خيري الله سبحانه وتعالى يأتي إدن واتو يأتي إدن 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 يأتي إد ترجمة نانسي قنقر 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 وغشيتهم الرحمة ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر